سيقظت صنعاء على انفجار مدون في هجعة ليل العاصفة تناقلت شاشات التلفز والمواقع الاخبارية ما عرف حينها بعاصفة الحزم التي اعلن من خلالها التحالف العربي تدخله في اليمن العملية التي تمت بطلب من الشرعية تأتي في اطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتهدف الى الدفاع عن الحكومة الشرعية ومنع ميليشيا الانقلاب من السيطرات على البلاد ذهب صنع الرأي العام المقربون من التحالف العربي يقولون ان القرار العربي للتدخل هو محاولة جديدة لتصحيح التوازنات التي اخلت بالمنطقة مع مرير الوقت انخفض منسوب الرؤى الواضحة والاهداف المعلنة لمصلحة ضبابية الرؤية لدى التحالف التي اثرت على طبيعة المعركة الكلية في اليمن وبرزت جملة من التناقضات والتفاصيل الجانبية خارج المعركة الكلية انعكاسات الخلافات في البيت الخليجي على المسار اليمني هي الاخرى كان لها اثرها على اهداف التحالف المعلنة المتمثلة في استعادة الشرعية واسقاط الانقلاب وتضاعفت تلك الاثار في الايام الاخيرة اكثر من اي وقت مضى انعدام المسئولية لدى الاطراف اليمنية يعده مراقبون اشبه بوضع الحبل على الغارب اذا ما تعلق الامر بتسليم القرار اليمني بكامل تفاصيله والبقاء في مقاعد الفرجة على ما يحدث من تباينات وخلافات تؤثر على طبيعة القضية اليمنية يرى مراقبون ان المستفيد الاول من الذهاب نحو الخلافات الجانبية داخل التحالف على حساب معركة اليمن والجزيرة هو الدراع الايراني في اليمن المتمثل بميليشيا الانقلاب الذي يرى في تقاطع اهداف التحالف العربي فرصة لتأجيل الحزم حاجة التحالف العربي للجلوس مع الشرعية اليمنية على طاولة تقييم المعركة في اليمن ضرورة استراتيجية خصوصا مع دخول المأساة اليمنية فصلا من فصول المضاعفات الانسانية التي جلبتها الحرب منذ الانقلاب ترجمة نانسي قنقر